أجرى رئيس مجلس النواب رشيد طلب العالمي والخميس بالرباط مباحثات مع المفاوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة سيارة الأولى لسيد جوهانس هان كانت للمغرب وهو دلالة على الاعتراف بالتطور القائم بين العلاقات المغربية الأوروبية بالتالي أن الأمر تحدثنا عن القوانين التنظيمية والقوانين التي لم ترى النور بعد القوانين التنظيمية التي تحددها الدستور ثم العلاقة الخاصة بين البرلماء المغربي والبرلماء الأوروبي والتطوير هذه العلاقة عبر الليجان الصداقة وعبر كل الأليات التي وضعها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من جهته أكد المفاوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أن اختياره للمغرب في أول زيارة له لبلدان جنوب المتوسط يعد اعترافا من الاتحاد الأوروبي بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في سياسة الجوار